السيسي يؤكد لنظرية زانية تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات العهل السعودي وولي العهد يعزيان أسرة خاشقجي والكريملين يؤكد أن مباحثات بوتين وبولتون ستحسم مصير معهدت الصواريخ الثالثة صباحنا الواحدة بتوقيت جرينتش موجز إخباري يأتيكم من القاهرة أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع تنزانيا في مختلف المجالات جاء ذلك خلال اتصال الهاتفي تلقاه الرئيس السيسي من نظيرية تنزانية جون ماجوفولي وقال السفير بستمراضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس تنزانيا أشاد بالاستثمارات المصرية في بلاده في ضوء رسوء عطاء تصميم وتشييد سد ستيجلر جورج على شركة المقاولين العرب وأضف المتحدث أن الرئيس التنزاني وجهت دعوة للرئيس السيسي للمشاركة في وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء السد التنزانية أعرب العهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهدي محمد بن سلمان عن بالغي تعازيهما لأسرة وذوي المواطن السعودي جمال خاشقجي جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما العهل السعودي وولي عهدي مع ابن جمال خاشقجي الذي عبر عن شكري على تعزيته ومواساته في الفقيد شنت حدات من الجيش اليمني هجمات مدفعية استهدفت مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي في مدرية نهم شرقي صنعاء وعقلت مصادر عسكرية يمنية إن القصف خلف عددا كبيرا من القتلى والجرحة في صفوف الميليشيا حيث كان يتواجد في المواقع المستهدفة أكثر من ثلاثين عنصر من الحوثيين وفي هذا السياق سقط عناصر آخرون من الميليشيا الحوثية بين قتيل وجريح في قصف للجيش استهدف عربة تقلهم في المنطقة باتها أعلنت تحالف الدولي شأنه غارة جوية على مسجد في شرق نهر الفرات يستخدمه تنظيم داعش الإرهابية قاعدة له وذلك إثر تقاريرا عن مقتل عشرات المدنيين وقال المتحدث باسم التحالف إن داعش الإرهابية حول المسجد إلى مقر للدفاع عن آخر منطقة يسيطر عليها مؤكدا أن الضربة الجوية أسفرت عن مقتل اثني عشر إرهابيا وتعطيل عمل مركز للقيادة وأضافت أن التحالف رقب المسجد وتأكد من وجود الإرهابيين بمفردهم داخله وأنه يحقق في كل المزاعم عن سقوط قتلى ومصابين مدنيين تستضيف العاصمة السودانية الخرطومة اليوم اجتماعات رؤساء أركان دول مجموعة إيجاد وذلك لبحث تنفيذ اتفاقية السلام في جنوب السودان وتناقش الاجتماعات سبل تنفيذ الترتيبات الأمنية لاتفاقية السلام الموقعة بين أطراف النزاع في دولة جنوب السودان والتي احتضنت الخرطومة التفاوضة والتوقيع عليها بحضور زعماء إيجاد في أغسطس الماضية قال الكريملين أن مصير المعاهدة الروسية الأمريكية حول الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى سيناقش أثناء اللقاء بين الرئيس بلديمير بوتين والمستشار الأمريكي للأمن القومي جون بولتون في سياق متصل أكدت الخارجيات الروسية أنه ليس هناك أي أسس لدى الأمريكيين لاتهام روسيا بانتهاك معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى يذكر أن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي وصل إلى موسكو حيث يلتقى الرئيس الروسية ووزير خارجيتها كان هذا مجزا لآخر وأهم الأنباء لمزيد من أخبار تابعي وموقعنا الإخباري شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في عمل للعب